يا ما شاء الله يا ما شاء الله ده مية زينة جوي مش عادمة طعمها مسكة الخوف أحسن المية لتاعت الأرض تخلص لا المهندس اللي ركب المكرة طمنا واتفق مع المهندس عمر وعمر حيعرف كيف يدور المكرة نا مؤرزة كبير جانا الجدي على اسمه عمر في الأرض دي ولازم ترد الاعتباري واتمشيه من الأرض حالا عمل لك يا ولد الفرطوس دي همني وسكتمني ولولا النظيف لو صاحب مناع أنا كنت قتلته جريوات هو القتل بساهل كان عملنا كيه تحتى راجل طي تلسه بتسأل وبتدفع عنه كمان أنا هروح اقتعلك خبره ريحني كيف يا مغوري واجف أنا هريحك ريحني كيف شايفك ساكن ولد الكبير بيتهان قدامه ولدك جاهش تكال أنا مش لحد تاني يبقى خلاص ريحني ومشيه وإلا هاخد عائل وهملكم وما ليس صالح بأرضكم دي عايز تخلع يدك من يدي يا وادعمي لما الكبير يبقى لعبة في يد ولد صغير مش حامش وراه بقى لعبة زيئة اختشام يا مغوري انت بتكلم الكبير هي دي الحقيقة ناجي حسن ملافظة هي دي الحقيقة كلنا لعبة في يد مناع بنتي عامره بس كل من لاش نازمة وتنكر ان مناع هو اللي بيدبر حالنا لو لا ما كناش نعرفه نزرعه الحشيش ولا نبعه عشان انت اللي ركبته على نفسنا واحنا طوعناه عشان خطرة مش هنشتغل عندك مفار وبقول لك ايه هقول لك ايه بقول لك يا مناع انا زي ابوك ومش عبش وراه مل حتمش ورا مين يا مغوري حد جال لك اللي صغير ومش عارف مصالحك نبقى لخلاص انت نويت تخليف الكبير وتزرع حشيش شوفوا هاخد نصيبه في ارض العين وازرعها كيف منع هزرعها حشيش ماشي وخليه كنت ورا مناع واددقني واددقني لو فلعتوا لو مشيت يا مغوري تبقى مش منينا واللي حيمشي معاكر اخر ملناش صالح بي هامش يا كبير وريني هتعمل كبير على مين وخلي ولدك ينفعك كلهم هنجروا وراي يلا يواص اخصى عليك يا بغوري اخصى عليك يا واد عمي ما ظنيش ان بعد الجواز هينفع ابعد عن نرهان عشان كده صفيت كل اعمال اللي ممكن تخلينا سافر وابعد عنيها لو مشاريع مهمة تبقى اخسارها هي مهمة وانا زعلان عليها لكن راحت البال عندي اهم عين العقل يا منايا يا ابن لو قدرت ترجع مشاريعك رجحها وانا مش حزع لو اتشغلت عني المستقبل كنك معرفاش انك مشروع عمري اللي جاي يا مرآب ربنا يخليك ليه يا رب انا تحت امرك فكل اللي تطلبها توفيق بيه مش عايزين نضيع وقت الحاجيج انا مش متحمس لفكرة الجواز من غير خطوبة الخطوبة خد داعا وطول الخط بيضيع الابر يا توفيق بيه والعريس والعروسة والاهالي كمان بيظهروا على غير حاجيجتهم والكرسة بتكون اكبر بعد الجواز ايضا بس في احيان كتير الحاجيج بتكشف قبل الجواز صح والجواز بيتم بردك بس بعد كل عائلة ما تكشف عيوبها قدام العائلة التانية هو اكتهى الكل بيضحي الله طب ما نضحوا من دلوك ونتوكل على الله واديني قدامك اها خد الضمانات اللي تريحك لا يا ابني انا عارف انك مليونير لكن الفلوس عمره ما كان الضمان انا الدين والاخلاق هم الضمان الوحيد بالنسبة لي لو بجا نتفجو ونرمي الحمول على الله شفت يا بوي شفت صاحبة المناعة نفعت كيف عرفت منه كل حاجة عرفت منه كيف يخزن التجاوي عشان ما تفسدش شف يا همامي والدو الفرصة جاتك انش تدخو بمكان مناع صاحبك وزي ابوه موقف جنبه انا حقف جنبك واخلي الكل اسمع كلامك قده اوك دود يا بوي انا مش نقصني حاجة وكيف مكان بيعمل مناع انا هعمل واقتر كمان عشان انت تبقى زي مناع وتاخد مكانه لازم قلبك يبقى زي قلبه حجر صوان على الغراب عجينة طارية على ابوه وعمه فاهمك بوي وعمري ما يخيب ظنك يوم المنى يا ولدي لما شوفك راجل تهم كل رجالة يوم المنى مغاوري معاه ولد وشهين جاعدين في المضيفة مستنينك يا كبير يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب مرحب بيكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وقدو ملاغني ان مناع رفض يتجواز بيتك وطفش وش ناوي يرجع تالي لاها كبير يا بندرية دا كان جواز بدل وانا اللي رفضت اتجواز نسمة بعد اللي حصل بينها وبين ولدك همام مغاوري كان بيجلب أرضه وبيشت الحشيش فانا قلت محيطنا ويزرع حشيش زينا انحطوا يدنا في يد بعض ولا انت ايه رأيك هكبير القول قول همام هو اللي استلم الرأي من صاحبة ويعرف ازاي يزرع وزاي يخزن يعني يا اخرص من المناع ألاجي همام لو مش لادد عليك بكيفك محدش غاصبك قالتنا طلع عمرها هيدي واحدة ومفيش نفر منيها طلع عن طوع كبيره وديلي قدامك اهو عم دياب ما نطقش الكلمة واحدة انا يشرفني ان اكون طوع امره لدخوي وهمامي اعرف ايه ما نعرفوش عشان يبقى كبير علينا بأمرت ايه بأمرت ايه فضها يا بوي ما عيدش مناهدة ولا اجع قلب هم عندهم ارضهم واحنا عندنا ارضنا لو كنت نفر من البندرية كما ممكن ارض حق بكم ههههههه خلاص نضمك لعلتنا يا مغوري كيف يعني ابقى نفر من المفورك ده كلام حاش الله يا راجل لو انت مجمد كبير عندينا انا هعملي معاك Boy اللي ما عملوش حساني معاك هتجوزه holadark شهين دي بنتي زينة وتبقى انت حبا بنتي وأنا هاما والدك قلت ايه يا عريس زينة مليحة وزينة وأنا موافق ايه يا بس سوختي ما تعيش واسطية حسان كانوا لابد الجوازة التم يبقى شهيني ابنالها بيت واسطينة ويجي يعيش معانا هنه والله ايه كلام معقول خلاص مانحنا نبقوا علا واحدة ولا هو اكلام عالفاضي لا كلام مليان وأنا موافق يبقى سبع بركات مدوا يدكوا جميعا نتعاهد ونقروا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم كيف يمكن أن يتعين هذه نصرابة نصرابة